في غاية الأهمية خد بالك كل يوم العلم بيتطور وجريمة بتطور والأفكار بتطور والإنسان بيتطور وشروره بتطور لازم كمان آليات التعامل مع الموتة تطور يعني أنا اتفاجئة دلوقتي وانا بتكلم مع الأستاذ حاتم فكرة انه اطلع التصريح بالدفن بواحد من القرية مشهود له بالأمانة على عيني وراس انا ببقولش لأ بس بني أدم نفسه بتتغير مع الإغراءات والمغريات والكلام ده كل لابد أن يكون هناك تشريعا ننظم هذا الأمر الدكتور صالح دكتور صالح نرجع التالي بقى نكمل كلامنا يبدو ان احنا حطينا قدينا على منطقة شائكة فعلا زي ما حضرتك قلت هيا هو دكتور أيمن هيا الأستاذ حاتمو بتكلم بتكلم على ان مفاتش الصحة بينزل يكشف على المتوفي ويشوف سبب المتوفي زايل مني قوي لما انا قلت عنده خبرة عنده زايل مني جدا يعني هو مش دائما بينزل مفاتش الصحة ودائما ممكن يبقى في القرى عندنا دايما بيروح أطباء كلهم أعزائي يعني لكن ممكن تكون خبراته ليلة وده أنا حاولت نوش دي بس هو ما تقبلش مني هزا النقطة هنا جريمة متعددة أشكالها تعددت الآن يا دكتور أيمن وحضرتك عارف ان فيه كمان النهاردة ممكن المتوفدة يكون سبب الوفاء إبرة هوا يكون سببها خلق بشكل معين يكون أي سبب من أسباب الحديثة أو المتطورة دلوقتي فأنا أظن نتكشف بهذا الشكل لأنه محتاج مراجعة فيه هامة جدا لأنه كمان بيحصل أوقات كتير لفيه بعض الأهالي أقول لك على نوع مثلا من الجرائم هو لما يكون مريض مثلا بسكر أو أي نوع من نوع المرض وبعدت عنه الدواء يومنا عنه بعض العلاج طبعا شعرا في البقى نبعد عنه العلاج أه طبعا يا فنم حاجة تانية والمهمة إن فيه بعض الجرائم النائب العام طلب استخراج الجسة لتشرحها من أول وجديد بعد سنوات ده راجع ليه لأن الكشف المبدئي الذي تم على المتوفي لم يكن دقيقة هنا دي نقطة مهمة النقطة الأخطر واللي أنا شايفها أخطر وبتفتح باب للجريمة لأن إحنا لو ارتكننا إلى ضمائر البشر هنا إحنا بنفتح باب للجريمة آخر لما نيجي نقول إن هناك شخص مشهود له بالكفاءة أو أهالي قرية عارفينه وهو اللي موجود في المقابر هو اللي بستلم الجس هو اللي بيتفن هو اللي بيعرف مكانها والوفاجة بعد كده إن جرائم تشريح الجسس بعد دفنها واستخراجها وهي لسه مدفونة فورا واستخراج منها أعضاء بشرية وجرائم اللي بيع الأعضاء البشرية وكلام ده كله طيب إحنا ليه بنعمل الكلام ده إزاي هذا الشخص ليس مشؤولا أو ليس معيلا دكتور صالح إيه المدة الزمنية اللي هي يقدر فيها النائب العام أو النيابة العامة تطلب استخراج الجسس لعادة تشريحها مرة أخرى هو الحقيقة ده المدة دي المدة دي يعني النائب العام من حقه في أي وقت استخراج جس وإحنا شفنا جرائم بأشكال مختلفة يعني في جريمة دكتور أيمن في إنا تم استخراج الجسس بعد السبع سنوات ده مش جسسس مش حقوق عظم فهي الفكرة وهو لن يكتشف الجريمة أو اللي كان هو صر على أن المتوفي ارتكبت ضده جريمة كانت سبب في وفاته كان الحفيد عزم